الانشغال الامريكي بملف ايران النووي عاد الى الواجهة من جديد بالتزامن مع الانتهاء الوشيك لمعركة داعش في العراق وسوريا اعلنت ممثلة الولايات المتحدة في الامم المتحدة السفيرة نيكي هولي في حديثها مع لجنة مراقبة النشاط النووي لايران بان البيت الابيض قلق ازاء التزام ايران بالاتفاق النووي المعقود معها منذ العام الفين وخمسة عشر جاء ذلك خلال حديثها مع رئيس وكالة الطاقة الذرية يوكا امانو وتساءلت هولي فيما اذا كانت الوكالة مستعدة لتفتيش المنشآة العسكرية الايرانية مؤكدة ان تاريخ تعامل ايران بهذا الموضوع يؤكد وجود سلوك مخفي في المنشآة العسكرية الايرانية ووجود قضايا معلقة في هذه المواقع وهذا ما يستوجب شمولها بالتفتيش للتأكد من سلامة الموقف الايراني وصدق التزامه ببنود الاتفاقية الرئيس ترامب الذي كان دائما الانتقاد للاتفاقية النووية المعقودة مع ايران وصفها بانها اسوأ اتفاقية معقودة او تم التفاوض بشأنها ويؤكد كثير من الساسة والمحللين ان هناك شعورا عاما بالارتياب من نوايا ايران ليس في البيت الابيض فحسب بل وحتى في اروقة الكونغرس ويرى محللون ان الاتجاه العام الامريكي يميل الى ضرورة نبذ الاتفاقية او اعادة التفاوض بشأنها مما يعني ان نهاية الاتفاقية او اجلها اصبح قريبا جدا ويبدو ان الاهتمام الامريكي بملف ايران قد عاد للواجهة من جديد مع قرب الانتهاء الوشيكي من ملف داعش في العراق وسوريا فقد صرح وزير الدفاع الامريكي جيم ماتس في زيارته الاخيرة لتركيا انه ناقش ملف النفوذ المتنامي لايران في المنطقة والاضرار النتيجة عنه مع نظيره التركي نوردين جانكلي وكان الرئيس ترامب قد طلب من مساعده للامن القومي ايجاد سبب لسحب الثقة من الاتفاق حين عرضه للمناقشة في تشرين اول المقبل فهل سيلجع ترامب لالغاء الاتفاق كما يقول وما خياراته المتوقعة اذا فعل